أول شيء فعله عازف العودة العراقي المعروف فاضل البدري بعد طرد تنظيم داعش من مدينة الموصل هو البحث عن آلاته الموسيقية وكان البدري مطلوب من جانب التنظيم المتشدد الذي كان يحرم الفن أثناء فترة احتلاله المدينة وكان يعاقب ويقتل الموسيقيين والشعراء وبعد هزيمة داعش على يد القوات العراقية استخرج البدري آلاته وعنقها وقبلها كما لو كانت أولاده وعزف وسط الأنقاض أغنية خاصة للموصل